السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول نبات في قائمة عشرة نباتات منزلية سهلة للمبتدئين هي الدفنباخية جاءتنا من المناطق الاستوائية جمالها لا يحتاج للوصف أوراق جميلة دائمة الخضرة توجد في اللون الأخضر والأبيض والكريمي سهلة العناية تحتاج فقط لإضاءة غير مباشرة وأن نبعدها عن التيارات الهوائية وعدم المبالغة في الري والأجمل أنها من النباتات التي لها القدرة على تنقية الجو من الملوتات ثاني نبتة هي الشراء أو أسباطفينيوم بظهرتها البيضاء المتواهجة كي تزهر لابد من إضاءة قوية وطبعا ليس شمس مباشرة إذا وضعتها في إضاءة ضعيفة فستحرم من هذه الأزهار الجميلة نبتة محبة للرطوبة لكن لا تغرقها بالماء وفي نفس الوقت لا تبالغ في الري أكثر مشكلة يعاني منها عشاق هذه النبتة هو احتراق حواف الأوراق والسبب هو أن الري غير منتظم إما بالإفراط أو بالنسيان لمدة طويلة وبسبب أيضا التيارات الهوائية لا تنسى أن تمسح الأتربة والغبار عن الأوراق بقطعة قماش وماء النبتة الثالثة في قائمة نباتات سهلة هي الكراسولة وحتى نعدد الإختيارات نضيف أيضا دمعة الطفل بل كل النباتات العصارية سهلة للمبتدئين السبب أن أوراقها لحمية وممتلئة بالماء عكس النباتات الورقية الأخرى مقاومة للعوامل الصعبة تاقلة المياه شدة الحرارة فقر التربة فهيا أصدقائي توجهوا حالا للمشتل واختاروا النباتات العصارية التي ستعجبكم وستحتار ماذا ستختار لجمالها وروعتها وتعدد أصنافها رابعا البطس يا سلام معروف بتنقيته للجو متحمل للعطش ولقلة السماد ولقلة الإضاءة نعم أصدقائي هذه ليست مبالغة وأصدقاؤنا الذين يربون هذا النبات يعرفون أننا أو أنها الحقيقة نبات متسلق إذا عملنا له دعا ما يتسلق عليها نبات متدلي إذا زرعناه في سلال معلقة تحب السفر أو أنك تنسى دائما رأي نباتاتك فتجدها ذابلة متساقطة الأوراق مع الزامية النبتة رقم خمسة في قائمة اليوم لن تجد هذا المشكل لأنها صبورة تتحمل قرلة الري لا تصاب بالأمراض والآفات وإصاباتها جد قليلة تتحمل إضاءة خافتة ويمكن اعتبرها أكثر النباتات المنزلية تحملا للإضاءة الخافتة كل هذه الصفات نضيف إليها صفة الجمال لهذا استحقت أن تكون في قائمة أسهل وأجمل النباتات المنزلية ذكرنا خمسة وبقية خمسة وسنبدأ بنبات ينقي الجو أيضا في البيت وهو الدراسينا بأنواعه كهاته بأوراق طويلة وعريضة باللونين الأخضر والأصفر الكريمي وتسمى دراسينا مصينجانا أو دراسينا الظرة لشبه ورقتها بأوراق الظرة وهي الصنف الذي اعتمدت عليه وكالة نازا في بحثها حول النباتات المنقية للجو المارجيناتا حمراء الحواشي جربتها مرارا وهي جد جد صبورة وسهلة التربيح المرتبة السابعة أيضا هذه وهي الدراسينا كذلك وقد تستغربون إذا قلت لكم أن نبتة الحض البامبو تنتمي لأدراسينا نعم صحيح مهما كانت عائلتها فالبامبو نبات منزلي راقي صبور وجداب ينمو في الماء وأيضا في التربة ينمو في الضوء الساطع قريبا من النافذة وهذا أحسن مكان أكثر ما يضره هو كثرة الري التي تتسبب له في تعفون القاعدة واسفرار الأوراق هذا فقط صنف من أصنافه الكثيرة والمختلفة وفر له الرطوبة المنخفضة أي الجو الجاف شتاء وأوقف التسميد أيضا في الشتاء الصباريات بكل أصنافها نباتات تجمع ما بين الجمال والصبر والتحمل والأزهار الملفتة للنظر لا تحتاج لشرح أكثر لأنها أكثر النباتات المنزلية سهولة وفر لها حرارة مناسبة ولا تبالغ في ريها وأخيرا وقبل النبات العاشر والأخير ما اسم هذا النبات الذي يظهر الآن على الشاشة إذا عرفت اسمه أكتبه في تعليق العنكبوت والذي أكثر منه الآن بواسطة الخلفات يستحيل أن تخلو منه قائمة اليوم للأسباب التالية نمو سريع ينمو في أغلب أنواع التربح يتكيف بسرعة مع الظروف والمتغيرات ننصحكم برأيه بماء مقطر لأنه سريع التأثر بمادة الفلورايد المتواجدة في ماء الصنبور يأتي بشكل أجمل إذا كان معلقا أي إذا زرعناه في سلال معلقة وكي نستفيد من بعضنا البعض اكتبوا في تعليق النبات الذي ربيته ولا حتى أنه سهل التربية ولا صبور وليست فيه أي مشاكل إذا شاركونا آراءكم في تعليق حتى تعم الاستفادة سبحان الله ودائما في إطار الجمال جمال الطبيعة وجمال الكون لاحظوا معي ما أجمل هذه المخلوقات ما يجبعنا في قناة بزرة هو هواية الزراعة والنباتات الزينة وأكيد أن تربية أسماك الزينة أيضا هواية رائعة وأكيد أن هناك عوامل مشتركة بين الهوايتان أهمها أن تزين حوض السمك بنباتات حقيقية وليست إصطناعية توفر المياه مع الترشيح الطبيعي وبالتالي تساعد على صحة الأسماك وإذا ألقينا نظرة على الحوض المزروع بنباتات طبيعية نجد الحيوية أكثر بخلاف الأحواض المزروعة بنباتات إصطناعية أيضا نجد بعض من جمع بين هاتين الهوايتين يستخدم ماء حوض السمك في تسميد نباتاته المنزلية ونعرف مدى قوة وفعالية سماد ماء السمك عموما الهواية نعرف أنها نشاط يمارس خلال أوقات الفراغ بقصد المتعة والراحة ونحن محظوظون بكوننا نهو الأزهار والورود ونحن نسعى في بذرة لتشجيع الناس على ممارسة هذه أو هذه الهواية الممتعة إذن أصدقائي وصلنا لنهاية حلقة اليوم أتمنى أن تكون قد نالت رضاكم وإعجابكم تقبلوا تحيات أخوكم توفيق إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر